مشاهدينا ننتقل دلوقتي للميا حمدين وآخر الأخبار الرياضية شكرا لك جمانة مرحب بكم مشاهدينا وأهلا بكم ومجزل أهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية نادي إزا مالك أعلن مشاركته في مسابقة كرة القدم النسائية ابتداء من الموسم اللي جاي وده تزامنا مع قرارات الاتحاد الأفريقي لقرة القدم كاف واللي بتلزم جميع الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية بتكوين فرق سيدات قبل حلول نسخة 20-23-20-24 البرازيلي ميكالي المدير الفني المنتخب الأولمبي لكرة القدم اتكلم عن مباراة المنتخب أمام الجابون وقال إنه تابع المنافس جيدا وإن المنافس بنحترمه جدا والمباراة مهمة بالنسبة للفرعنع من أجل الحفاظ على الصدارة وده كان في المؤتمر الصحفي اللي عقده إمبارح للحديث عن آخر استعدادات المنتخب في لقاء الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت سنة 23 سنة منتخب مصر للشباب لكرة السلة خسر أمام سلفينيا بنتيجة 85 مقابل 61 في إطار مباراة تحديد المراكز من 9 إلى 16 في كأس العالم لكرة السلة شباب تحت سنة 19 سنة في المجر نادي تشيلسي الإنجليزي أعلن بشكل رسمي إمبارح تعاقده مع اللاعب السنغالي نيكولاس جاكسون بعد التواصل إلى اتفاق مع فيا ريال الإسباني نادي مالان الإيطالي إمبارح أعلن التعاقد مع لعب الوسط الإنجليزي روبان تشيك اللي قادم من صفوف تشيلسي ووافق كمان اللاعب على صفقته مع النادي حتى 30 يونيو 2027 فريق ليفر بول الإنجليزي أعلن القميص الاحتياطي للفريق للموسم القروي الجديد 2024 واللي هيخوض بمنافسات الدور الإنجليزي للموسم اللي جاي ونشر على حسابه الرسمي لفريق ليفر بول على موقعه الرسمي وحسابه على تويتر فيديو صور للأميص الاحتياطي الجديد في الموسم القروي القادم وعلق عليه يساعدنا الإعلان عن طعم الفريق الأساسي لموسم 2023-2024 خلصت نشرتنا الرياضية ونرجع مرة تانية لجمعنا مصطفى نكمل معهم بقية فقرات صباح الخريق مصر شكرا لك يا رامي